لون دهب الأصفار واللون دهب الأحمر واللون دهب الأبيض ما هو أفضل لون مشاهدين في هذه الألوان باش ما تعرضوش مشاهدين الغش في هذه الألوان غد نوضحو معكم أكتر حقيقة ألوان دهب وما هو أفضل هذه الألوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام جبنا لكم معلومات مفيدة إن شاء الله في هذا الفيديو ومعلومات جديدة حول أنواع الدهب في هذا الفيديو مشاهدنا سنتعرف على أفضل وأجود أنواع ألوان الدهب هل لون الدهب الأصفر أم لون الدهب الورضي أو الدهب الأحمر أم لون الدهب الأبيض وما هو أفضل أنواع هذه الألوان فتابعوا معنا قبل البداية مشاهدنا فلا تنسوا دعمنا بلايك وإذا كنت أخي المشاهد أول مرة من تشاهد فيديوهاتنا فلا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد كيفما قلنا مشاهدنا كتواجد العديد من الألوان دهب في أغلب ألوان الدهب المتداول في الأسواق وهو هذا اللون لون دهب أصفر هذا هو اللون مشاهدنا اللي يكون تداول في جميع الدول هذا اللون لون دهب أصفر وكين في بعض الأحيان مشاهدنا كيكون هذا اللون الأحمر أو لون وردي بحال هات الشكل هذا مشاهدنا وأيضا كين اللون ديال الدهب الأبيض ما هو أفضل لون مشاهدنا في هذه الألوان باش ما تتعرضوش مشاهدنا الغش في هذه الألوان غد نوضحو معكم أكتر حقيقة ألوان دهب وما هو أفضل هذه الألوان في الحقيقة مشاهدنا كيفما كتشوفوها لون الدهب الأصفر واللون الدهب الأحمر واللون الدهب الأبيض هات الألوان مشاهدنا كيفرقها بعض المعادن باش كيصبح اللون ديالها بهذا الشكل هذا إما أحمر أو أصفر أو أبيض أو وردي أو لون آخر سبب هذه الألوان مشاهدنا وهو اختلاط بعض المعادن مع الدهب مثلا هاد اللون الأحمر كيخلطوا معه واحد نسبة ديال النحاس الأحمر اللي معروف بالبرونز هاد اللون ديال النحاس الأحمر مشاهدنا فاش كيتخلط مع الدهب مشاهدنا كيصبح اللون دياله شبيه باللون الأحمر وكذلك مشاهدنا هاد اللون ديال الدهب الأبيض كيكون الأصل دياله من الدهب الأصفر فقط مشاهدين يقوموا بطلاءه بمعدن آخر مثلا بمعدن الروديوم أو البلاديوم أو معادن أخرى وكذلك مشاهدين هذا الدهب الأصفر اللي كتشوفوه ركيتم الخلط ديالو بمعدن آخر مثل النحاس الأصفر كتزاد نسبة من النحاس الأصفر مع دهب باش كيبقى اللون ديالو بحال هات الشكل لون دهبي أصفر وما هو أفضل أنواع الدهب هل الدهب الأحمر أم الأصفر أم الأبيض صرحة مشاهدين كلهم دهب واحد سواء كان دهب لون أصفر أو أحمر أو وردي أو أبيض دهب واحد كيفما كان مشاهدين لا فرق بين دهب الأصفر ولا فرق بين الدهب الأحمر إلا بالقيرات مثلا إلا كان عندنا هالدهب الأصفر 18 القيرات اللي كي ساوي 750 من نسبة ديال الدهب من الألف نوع ديال هاد الألوان مشاهدين لا توجد اختلاف بينهم إلا بالقيرات مثلا هذا 18 القيرات وكذلك هذا 18 القيرات 18 القيرات اللي كتساوي 750 من الألف مثلا 750 كتكون ديال الدهب الخالص والميتين وخمسين اللي كتبقى باش تكمل الآلف هي اللي كتكون من مواد أخرى مثلا من مادة النحاس الأصفر أو مادة النحاس الأحمر أو مادة أخرى مشاهدين بلون آخر هذا هو الاختلاف أما جودة الدهب مشاهدين راك تكون جودة واحدة كالأصفر والأحمر وألوان أخرى لا فرق مشاهدين بين الألوان والدهب الحقيقي اللي كيكون 24 كاللي هو 999 الدهب الحقيقي مشاهدين غير مخلوط بأي معدن اللون ديالو كيكون مثل هذا اللون هذا لون دهبي أصفر الدهب الحقيقي اللي كي تجبد من التراب اللي هو القيرات ديالو 24 كاللي ما مخلوط بحتش معدن آخر هذا هو اللون ديالو مشاهدين اللون أصفر دهبي هذا هو اللون الحقيقي وليس لون أحمر أو أبيض أو لون آخر لون الحقيقي ديال دهب مثل هذا اللون هذا فهذه معلومات مفيدة شارقناها معكم فإذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته